موسيقى 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 أمين أمين كمينة شيف الحال كبسة مبارح لعرفت قصة هاي اللي خانت جوزة بعد 12 سنة زواجه وولدين وتزوجت الكرة الكل السفق وبارك لهذا الزواج الجميل بالصور باسم الحب منحلل اي فعل على العلن او خلف البيبان اللي كانت مسكرة باسم الحب الكل مبسوط انه انتصر الحب واللي صار بالتكتوك خلي وقال لي شو مكان الموقف كيف مكانة الحياة لقصا لعبت غلط بكل الثقافات والشعوب لازم تطلع قبل ما تفوت بشكل عام كتير مننا ما بيعرف يلعب لعبة الحب ومنلومه الاصول هي اللي بتخلي الحب يدوم تربية لاخلاق وارزة سمعاني في هنا دول مش الهدايا ولا الصرف ولا حتى الهرمونات يعني المشعريرات رح نتمشكل بحياتنا الزوجية ألف ودول ألفين ولكن الاصول بتخلينا نتصرف صح المليون تجربة سابقة بتسوى الشاب بكبع حاله زيت وبيزحط ما في ألف غير الكبين حاله نكب والبنت بتكبع حاله صمغه بتلزق ولتفكه لازم تقزي لازم تشق وتنشق وتسلخ وتنسلخ وبعدنا عم نعمل نفس الشي منحب ألف؟ لا 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 من مربع تجارب عاطفية فاشلة مع ألف شخص بل كي بيزبط واحد وبالأخير بيطلع هاد الحب بزنس فاشل أو البيزنس موديل اللي تم اتباعه لأنه اللي بيعمل هيك أبو اللامبدأ تعود على أدماء للهرمونات هرمونات الحب والوله فقط والشغلات الثانية اللي بتنعمل بإسمه الشو مطاطة وما عرف أصول اللعبة أو بشكل أدق ما عنده صبر على اللعبة القلب متقلب وتقلبه بده صبر من وعلى الطرفين تحكيم المتقلب في خيارات مصيرية متل رمي عملة بالهواء يا رح تيجي كتابة يا رح تيجي صورة إثارة النتيجة المجهولة جميلة ولكن هالحكي له اسم تاني قمار العواطف كازينو المشاعر وبالأخير The house always wins وحضرتك بتطلع خسران وانتي بتطلع مريضة اهتمام والجداد على المصلحة بيفكروا أنه هذا هو العادي والانفصال هو سنة الحياة والوصال من الماضي تسمع اثنين صاروا المجوزين شوي أكتر من 10 سنين أول ردة فعل بتشوفها أووف كيف عشر سنين مزهقتي كيف تحملتي شو موضة قديمة انتي ما شفت الكلاكشن الجديدة من الشباب لازم تغيري ما بدك تدوقي صحيح من زمان أكبر فجعانك انتي وما خليتي نككها وما دقتي بس تغيرت الطعم صار في نكهات جديدة سكري هالبيت ورفس النعم وهالمطبخ الوحيد عم بيقدم نفس اللقمة الحقي الأغلبية وما تكوني غبية ما شفتي سوسو على الانستجرام شو خاطة وفوفو على السناب والرايحة ما تضلك بمكانك عالقة حدا ملاحظ وين هالقصة شاطحة ولا بس لأنها بوركت ببوستات انستجرام من مريضة الاهتمام صارت قصة غرام لسه بسيطة بس الخوف بيحكمنا لعبها صح وبكرة بيصير أحلى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر